اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تنص هذه النظرية على إذا رسمت قطعتان مستقيمتان ممستان لدائرة من نقطة خارجها فإنهما متطابقتان لاحظ الآن في هذا النثال التوضيحي لدي AB والCB ممستان للدائرة D إذن AB والCB متطابقان الآن نريد أن نطبق هذه النظرية على عدة من التمارين نبدأ معكم الآن بالمثال الأول أوجد قيمة X في الشكل الآتي مفترضا أن القطعة المستقيمة التي تبدو مماثا للدائرة هي مماث فعلا نلاحظ الآن أن المماث SQ والمماث SR هم من نقطة خارج الدائرة R إذن المماثان مماثان متطابقان إذن RQ و RS متساويا الآن نبدأ بعملية التعويض RQ هي بثلاثة X زائد ثمانية و RS بستة وعشرين بعد ما انتهينا من عملية التعويض الآن نتخلص من الثمانية إذن نطرح من الطرف الأول ثمانية و نطرح من الطرف الثاني ثمانية إذن ثلاثة X زائد ثمانية ناقص ثمانية يبقى عندي في الطرف الأول ثلاثة X وستة وعشرين ناقص ثمانية يبقى عندي في الطرف الثاني بثمنتاش الآن القسمة على معامل X وهو ثلاثة إذن نكسم الطرف الأول على ثلاثة و نكسم أيضا الطرف الثاني على ثلاثة وتصبح قيمة X تساوي ثمنتاشر على ثلاثة وتساوي ستة تمرين أوجد قيمة X في الشكل الآتي مفترضا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسا للدائرة هي مماس فعلا نلاحظ الآن أن المماسان المرسومان WX و XY مماسان متطابقتان لأنهم من نقطة خارج الدائرة وهي نقطة X إذن WX و XY متساويات الخطوة الثانية عوض بقيمة XW وهي 2X زائدا 9 و عوض بقيمة XY وهي بثلاثة X زائدا 6 الآن نطرح من الطرف الأول 2X و نطرح أيضا من الطرف الثاني 2X تصبح الآن 2X ناقص 2X بتروح يبقى عندنا في الطرف فقط 9 و 2X بالسالب مع موجب 3X يبقى عندي X1 زائدا 6 الآن نطرح من الطرف الأول و من الطرف الثاني ناقص 6 عشان نتخلص من هذه الستة و يبقى عندي فقط X إذن اطرح الآن من الطرف الأول 6 و من الطرف الثاني 6 X زائد 6 ناقص 6 يبقى عندي X و 9 ناقص 6 يبقى عندي 3 إذن قيمة X في هذا السؤال بثلاثة تمرين أوجب قيمة X في الشكل الآتي مفترضا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسا للدائرة هي مماس فعلا الآن لو نلاحظ هنا أن المماسان المرسمان من النقطة خارج هذه الدائرة هم مماسان متطابقان إذن 5X ناقص 8 تساوي 3X الآن نبدأ نحل هذه المعادلة الخطوة الأولى في حلها تخلص من الثلاثة X إذن اطرح من الطرف الأول 3X و من الطرف الثاني 3X إذن 5X ناقص 3X يبقى 2X ناقص 8 و 3X ناقص 3X يبقى عندنا الصفر الآن التخلص من سالب 8 إذن نضيف الطرف الأول 8 و نضيف الطرف الثاني 8 تصبح المعادلة 2X يساوي 8 الآن تخلص من معامل X وهو الاثنين إذن القسمة في الطرف الأول على 2 و القسمة على الطرف الثاني على 2 وتكون قيمة X تساوي بأربعة نبدأ معاكم الآن فكرتنا الثانية في درسنا لهذا اليوم وهي إيجاد قياسات في المبلعات المحيطة بدائرة المظلعات المحيطة بدائرة محيط المظلع بالدائرة إذا كان كل ضلع من أطلعه مماسا للدائرة وهي تنقسم إلى جزئين الجزء الأول مظلعات محيطة بدائرة لاحظ أن المظلعات اللي أمامك هنا داخلها دائرة و محيطة بها تماما وهناك نوع ثاني وهي مظلعات ليست محيطة بدائرة المثال الأول على الفكرة الثانية في درسنا لهذا اليوم الشكل الرباعي RSTU محيط بالدائرة J إذا كان محيطه 17 فأوجد قيمة X الخطوة الأولى الآن الشكل اللي أمامي RSTU يحيط بالدائرة J إذن لدينا هنا مماسان لهذه الدائرة هم TB مماس لهذه الدائرة وأيضا TA مماس لهذه الدائرة J وأيضا أقدر أحدد أكثر من مماس لهذه الدائرة ومنهم AS مماس لهذه الدائرة SD مماس أيضا لهذه الدائرة DR مماس وأيضا CR مماس وأخيرا SU مماس لهذه الدائرة إذن رح نستطيع أن نقول أن TA و TB متطابقان و AS و SD أيضا متطابقان CR و RD متطابقان وأخيرا PU و UC متطابقان من التطابق الآن أقدر أصل إلى قياسهم إذا كان قياس TA بX إذن أيضا هيكون TB يساوي X وإذا كان عندي AS بثلاثة إذن SD أيضا رح يكون بثلاثة وأيضا DR إذا كان بثلاثة و RC يساوي ثلاثة و UX إذا كان قيمتها بX أيضا PU رح تكون قيمتها بX الآن نستطيع إيجاد المحيط المحيط هو بجمع المماسات بالكامل إذن AT زائد TB زائد PU زائد US زائد CR زائد RD زائد DS زائد SA ويساوي المحيط قيمة المحيط هي بثمنتاش ونبدأ نعوض عن كل مماس بقيمته بسط الآن هذه المعادلة بعد عملية التبسيط تصل أنه X زائد X زائد X زائد X إذن بأربعة X ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة ويعطيني القيمة باثناش بعد ما قمنا بعملية التبسيط الآن لازم أني أنا أتخلص من الاثناش إذن رح نطرح من الطرف الأول اثناش وأيضا نطرح من الطرف الثاني اثناش تصبح المعادلة أربعة X ويساوي ستة معامل الـ X هنا بأربعة إذن X ما الطرف الأول على أربعة والطرف الثاني أيضا نكسمه على أربعة وتكون قيمة X تساوي 1.5 تقويم أوجد قيمة X في الشكل الآتي مفترضا أن القطعة المستقيمة التي تبدو مماسا للدائرة هي مماس فعلا لاحظ الآن أن FG و GH مماسان للدائرة من نقطة مرسومة خارجها وهي النقطة G إذن FG و GH ويكونوا متساويان ابدأ الآن بعملية التعويض FG هي بخمسة ناقص تسعة و GH هي بـ X زائدا سبعة الآن نبدأ نحل هذه المعادلة والخطوة الأولى نتخلص من الـ X إذن نطرح من الطرف الأول X ونطرح من الطرف الثاني X تصبح المعادلة أربعة X ناقصا تسعة ويساوي سبعة تخلص من ناقص تسعة إذن نضيف في الطرف الأول تسعة وفي الطرف الثاني تسعة تصبح المعادلة أربعة X ويساوي 16 الخطوة الأخيرة نكسم الطرف الأول على أربعة والطرف الثاني على أربعة لكي نحصل على قيمة X وتساوي أربعة تقويم المثلث J-K-L يحيط بالدائرة R فأوجد قيمة X لإيجاد قيمة X لاحظ أن المثلث J-K-L فيه مماسا للدائرة من نقطة خارجها اللي هما هنا L-N و L-O الاثنين هنا مماسا للدائرة من نقطة خارجها أي النقطة من L إذن رح يكون N-L و O-L متطابقان إذن نقدر الآن بعملية التعويض O-L هي قيمتها بأربعة X ناقص تسعة و N-L هي قيمتها بX زائد ثلاثة إذن نستطيع الآن أن نحل هذه المعادلة لكي نصل إلى الـ X الخطوة الأولى إطرح من الطرف الأول X ومن الطرف الثاني X تصبح المعادلة ثلاثة X ناقص تسعة ويساوي ثلاثة الخطوة الثانية تخلص من ثانب تسعة إذن نضيف في الطرف الأول تسعة وفي الطرف الثاني تسعة تصبح المعادلة ثلاثة X وتساوي إثناش الآن اكسم على معامل الـ X وهو ثلاثة إذن اكسم في الطرف الأول على ثلاثة وفي الطرف الثاني على ثلاثة ونصد إلى أن قيمة X تساوي بأربعة تقوين إذا كان المظلع يحيط بالدائرة فأوجد قيمة X ثم أوجد محيط المظلع فيما يلي لو نلاحظ هنا أن المثلث QRS يحيط بالدائرة W إذا لدي هنا مماسان للدائرة المماسة الأول هو QU يطابق QT ليش يطابقهم؟ لأنهم مرسومان من نقطة خارج الدائرة إذا سيكونوا متطابقان من تعريف تطابق القطعة المستقيمة إذا QT يساوي QU نبدأ الآن بعملية التعويض 2X تساوي 14 لإيجاد قيمة X X ما الطرف الأول على 2 والطرف الثاني على 2 وتكون قيمة X تساوي ب7 بعد ما انتهينا وأوجدنا قيمة المطلوب الأول وهو X نبدأ نوجد المطلوب الثاني وهو محيط هذا المظلع لاحظ الآن أن TS وVS مماسان للدائرة W إذن لو تلاحظ الآن أن TS هي بـ 17 إذن أيضاً رح تكون قياز VS تساوي 17 طيب أنا عندي الآن VS إيجاد RV جداً سهل لأنه أنا عندي طول بالكامل إذن رح نطرح 27 طولها بالكامل من طول VS لإيجاد قيمة RV وRV رح تساوي 27 ناقص 17 وتساوي هنا بـ 10 بقي عندي أيضاً مماسان لهذه الدائرة وهي UR وRV لإيجاد قياساتهم نعلم أنهم الآن متطابقان وقياس كل منهما رح يساوي 10 الأهل نستطيع إيجاد المحيط وهي بعملية التعويض التعويض رح يكون QU زائداً UR زائداً RV زائد VS زائد ST زائد TQ جميع المماسات في هذا المثلث المحيط بهذه الدائرة W ويساوي 82 تقويم أوجد قيمة X فيما يأتي مفترضاً أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلاً لاحظ الآن أن TR و TS متطابقان لأنهم من نقطة مرسومة خارج الدائرة وأيضاً TR و TQ أيضاً رح يكون متطابقان لأنهم مرسومان من نقطة خارج الدائرة فبالتالي هم متطابقان استخدم الآن هنا خاصية التعدي إذن TQ رح تطابق TS من تعريف تطابق القطع المستقيمة TQ تساوي TS ابدأ الآن بعملية التعويض TQ هي بثلاثة X ناقصاً ثمانية تساوي TS هي بX زائد 10 الآن نبدأ نحل هذه المعادلة وأولاً رح نتخلص من الـ X إذن نطرح من الطرف الأول X ومن الطرف الثاني X تصبح المعادلة 2X ناقص ثمانية وتساوي 10 باقي عندي هذه الثالث ثمانية نتخلص منها بإضافة ثمانية في الطرف الأول وفي الطرف الثاني إذن تصبح المعادلة 2X وتساوي 18 أخيراً نكسم على معامل X وهي 2 في الطرف الأول وفي الطرف الثاني وتكون قيمة X تساوي 9 تعلمنا في درسنا لهذا اليوم فكرتان أولاً إذا رسمت قطعتان مستقيمتان مماستان لدائرة من نقطة خارجها فإنهما متطابقتان وأيضاً تعلمنا في درسنا لهذا اليوم يمكننا إيجاد قياسات مجهولة في المظلعات المحيطة بدائرة وكذا يكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم أتمنى أكون مفقت في تقديم هذا الدرس وإن شاء الله نشوفكم في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته